عايزة اسألكو انتو شايفين دلوقتي في حالة تغيير في الوسط يعني النهاردة شاهد كمنصة من المنصات عاملة دلوقتي غير نمرة اتنين ودي عبارة عن برضو مخرجين كبار موسلين مهمين وبيعملوا مسلسل حلقة 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 والنهاردة الا انا برضو نفس الحكاية عاملة مسلسلات حوالي عشر حلقات كل واحدة بفكرة مختلفة ايه رأيكم في التغيير ده والتنوع ده وده حيودينا الفين هل ده حيخلي الممثلين يبقى عندهم فرص ان هما يشتغلوا اكتر حيخلي المخرجين يعني عايزة عرف الاستفادة بالنسبة للفنان كمخرج وكفنان من المنصات ومن التنوع ده لا في افادة كبيرة جدا طبعا لا انه اراضي وجود منصات مختلفة بتطرح مواضيع مختلفة يعني كودي بليك المنصات وخلينا يعني لا بغض النظر كمان عن المنصات المواضيع او الحلقات اللقصر يعني مثلا العشر حلقات ال 15 حلقة والسيزنز وفكرة سيزنز او حلقات منفاصلة منفاصلة زي مثلا نمرة اتنين بتطرح مواضيع مختلفة يعني المواضيع اللي انت تقدري تعمليها في عشر حلقات بتبقى مختلفة عن المواضيع اللي تقدري تعمليها في 30 حلقة لانه في 30 حلقة طبعته ان انت هتشتغلي على موضوع سرد وينفع لل 30 حلقة انما المنصات قدت فرصة ان انت تشتغلي على مواضيع اجرأ مواضيع مختلفة اقرب للسينما عشان نبقى صرحة يعني شوية ايضا في تنفيذها او في اختيار مواضيعها من الاول بتكون اصعب بتكون اصعب وقدت فرصة كمان لازن يعني للممثلين وجميلة تقول رأيها في كده انه انه يبقى عندك انت كمخرجة او مخرجان عندك اختيار ان انت تعملي كاستنج مختلف عن اللي موجود في ساحة رمضان النهور بتع 30 حلقة بتبقي عايزة تطلعي شغل مختلف الممثل اصلا بيبقى مرتاح ازيد لان هو بيمثل 10 حلقات فاكيد هيعمل اثرت في العشر حلقات دول ارتحنا جدا احناش خالص بس انا بقوله مفروض الطبيعي صوت الضمير بيرد عليك يا ماري بيمثلوا وعندهم مساحة من الفن اكيد اعلى بكتير قوي من 30 حلقة واحنا برضو كمخيجين نفس الموضوع جميلة بالنسبالك نفس الحكاية عايزة اسألك انت النهاردة المنصات اللي موجودة وان وجود مسلسلات زي لازم عيش الوقت اللي هي السلسلة بتاعت الا انا دي كلها انت كممثلة ده بيعود عليكي بايه طب نبتدي من الحتة اللي هي برا فكرة ممثلة هو نفس اللي ميريام بتقوله انه عمتا ده بيدي من الاول الفرصة الصحة للفن للحاجة المعينة للمحتوى ياخد مساحته في الحاجة المطلوبة لان احنا مش بس عندنا عشر حلقات فيه اربع حلقات فيه اتناشر حلقة خمستاشر اللي عايز يعمل موضوعه في تمانية بقى كل آآ فنان كل مؤلف كل مخرج عنده الحرية شايف موضوعه محتاج قد ايه بيعملهم قد الحاجة اللي محتاجاها مش لازم يمط عشان فيه رمضان ولا لازم يشد علشان فيه حاجة هو ملزم بيها فبيعمل الحاجة المظبوطة للعمل فبالتالي العمل نفسه بيطلع اجود فده قراضي كموضوع لما ما يكونش بيتمط ولا بيتشد في الاخر بيكون بيخدم ان الممثل قدر يمثل المظبوط مش مسلا عشان انا حصلتلي قبل كده فعمل ما انه الاحداث خلصت بس احنا لسه عندنا تلاتين حلقة طب هنعمل ايه فهنبتدي نختلق حاجات بتبقى وبتبقى الناس مجدودة جدا بس انت بتبتدي تهدي اقاعهم انت هنا يعني فرق انه 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 المنصات وفكرة اورادي الفورمات بتاعة الحلقات الاقل ده بيبقى زي ما جميلة ما قالت كده على حسب الموضوع يعني انا شايفة ان الموضوع ده يخلص فاربع حلقات فهو مش محتاج ولا حلقة زيدة ولا نصف حلقة زيدة ولا حتى دقيقة واحدة زيدة هتخلصيه فاربع حلقات لانما الموضوع ده يخلص فعشر حلقات فتقدر يتعمليه فعشر حلقات الفخ اللي احنا بنقع فيه في رمضان ان ان انت بيبقى عندك موضوع انت بالنسبة لك وشايف ان هو حلو قوي ومتخيل ان هو ينفع على تلاتين حلقة وبعد كده تكتشف في مثلا ان انت في الحلقة الاربعتاشر ما عندكيش احداث تكلمين بيهم بالزبط فتضطر ان انت تموت الحاجة التانية بقى بما ان ده بيوفر كترة اعمال اكتر فبالت بيقوم الصناعة اكتر لان فيه ناس اكتر هتشتغل فده هيكون مهم للصناعة نفسها للفن بشكل عام الجزء السلبي في الموضوع ممكن انه لسه مش يعني مش الشعب عنده منصات في البيت وفي الاخر يعني لو احنا بنعمل رسالة هي عشان الجمهور يشوفها مش عشان الناس بس المشتركة في الحاجة دي تشوفها فازن ان الحل الامسل ان الحاجة دي تبقى بتتعرض على القناة وفي نفس الوقت على منصة بشكل حصري لحد ما الجمهور يبقى عنده 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 قادرين يوصلوا لمنصة دي اه اه عندك حق